في حوار قديم مع الفنان الراحل الأسطورة أحمد زكي عن التمثيل استغرب قوي الله يرحمه من الناس اللي ما بتشوف واحد بيجدب ويقولوله ما تمثلش قال إن التمثيل الحقيقي هو تشخيص وأداء لحدوتة كلنا متفقين عليها من الأول إنها مش حقيقية وبنبقى عارفين وإحنا بنشوفها إن كل فنان بيجسد شخصية على الشاشة غير شخصيته الحقيقية يعني كتب متفق عليه عشان كده الكتب الكبير الراحل أنيس منصور قال إن المموسلين إيه هما أصدق ناس ممكن يجدبوا علينا لكن الناس اللي بتقلف قصص ما حصلتش وتحاولنا يتغدع بيها صحابها أو أهلها على أرض الواقع دور مش ممثلين يا شاهد ولا ينفع إن احنا نوصف اللي بيعملوه ده بالتمثيل لأن التمثيل ده شرف هو رسالة مراية بتعكس الواقع حتى لو كانت خيل لكن اللي بيألف في الحقيقة وعلى أرض الواقع اسمه الحقيقي هقولك بلغة التلفزيون محتال أو منافق أو مزور بس لو كنتي قدامي ما كنتش هقول كده ومهما طالت كتبته بصيرها هتكشف وهتبان عشان ما حدش بيعرف يضحك على الناس طول الوقت مهما كان فاكر نفسه شاطر سادة إلا قال إنه الأيام هي أحسن جهاز لكشف الكتب هتقع هتقع وعلاج الشخص الكذاب إن احنا نواجهه بكتبه يعرف إن حواراته كلها مفضوحة عشان ما يفكرش نووي يضحك على الناس تاني صح؟ ودور أهله إن هم يشوفوا السبب ورا كتبه ده إيه أكيد مرضة يا ترى مريض نفسي ويحتاج يتعالج ولا ما ترباش كويس فنربيه محتاج إن احنا نربيه من أول وجديد أو خيف من حاجة هي اللي خلته يجذب ودورنا إن احنا بنشيل الخوف ده من دماغه ونطمنه لو كان يستاهل وفي حكايتك بقى يا ستة صبرة أنا شفت مقساة بنتك شهت من أكتر من زاوية زاوية ممكن تبقى فيها ضحية ضحية الدلع غير المقصود من باباها لما فكر إنه لما هو يشغل بنته بالموبايل ويعندها ستة سنين هاي اللي هيها لكن اللي حصل إن الموبايل اللي هيكه أنتو عن تربيته زاعليش مني وخليها إن هي تتعرض لمحتوى وعالم أكبر من سنها بكتير بشكل أضع على طفولتها وخليها تكبر بدري وفتحينها بزيادة عن اللزوم على الدون يعني وأول حد ظلمته كان أنتو ودي رسالة بوجهها مش بس ليكي لكن لكل الناس اللي بتفرج علينا دلوقتي وممكن يكونوا واقعين في نفس الغلط مع أولادهم أو أطفالهم أو المراقين اللي عندهم في البيت ووارد في يوم تتكرر معهم تاني مأساة زي مأساة شهد أو يشوفوا مصيبة أكبر من اللي شفناها النهار ده في حكايتك تعريبا أقولك الزاوية التانية شفت فيها قهر وكبت باين قوي من بين السطور لما شاهدوا وجهتكم وقرأت لكم بكل قوة وهي سابتة بدلا ما تحس إنها خايفة أو تعيط أو ندمانة زعاقت فيكم قرأت لكم إيه أنتو ما كنتوش عايشين معهم الأول كنتو دايما إيه سايبيني ومستقلين بيا حبيت عايش القصص اللي كان نفسي أقلفها أنتو مستهونين بيا ليه واضح يا ستة صبرة أن فارق السن كبير أوي بين شاهد وبأخوتها خليها ما تحسش بالدافة والمحبة والحب من أقرب الناس ليها ما حسيتش أن دول أخوتها وحب أيبها وحسيت أنهما حتى متجهلينها ومش حسين بيها أو جايز تكون فاهمت غلط أنهما مش بيحبوها وجايز يكونوا كانوا قاسين عليها أوي أو بيعقبوها أو بيعملوها معاملة صعبة وهم فاكرين أنهما كده إيه إحنا أخوتك الكبار بنربيك وبنعلمك فخلقوا جواها روح العند عايزة تربيهم استحلفت أن هي اللي هتربيهم هتعلم عليهم زي ما بيقولوا بالبلد زي ما دايقوها وآخر زاوية أن بنتك محدش علمها يعني إيه تألف وتمثيل مش أنت عارفة أن هي عندها موهبة ما تكبريها كبرت بقى بإيه بمفاهيم غلط ضيعت نفسها تقريبا خلتها تفتكر أن التأليف يعني إنا نقلف على بعض نمثل على أقرب الناس لنا نعمل شخصيات شخصيات مش حقيقية ونقعد نجيب شخصيات نحور بيها وإحنا فاكرين أن دي شطارة مفروض نسقف لها ونسبة كبيرة جايزة تكون شاهد حسد بموهبتها في التأليف والتمثيل ومحدش اعترف بيها أو استقلته بيها زي ما قالت ومحدش حاول أنه حتى إيه ينمي الموهبة الزغنانة دي يمكن تجبر فقررت أن هي تعبر عنها بالشكل الغريب ده وقالت لكم أنا بكرة هدخل معها تفنون مصرحية وهبقى موسلة وهكتب قصص وأفلام كل الشخصيات دي هتبقى بداية جمهوري وهي خلوني تريند حتى التريند طلعت فهمها غلط هي تعلمت إيه زيها زي شباب كتير موهمين مش موهبين فاكرين أن إحنا لما نعمل فاكاونتس أو حسابات وهمية ندخل نعلق عندنا ونقول كلمتين حلوين يبقى إحنا كده هنتشهر هنبقى نجوم هنبقى ترينز مع أننا في الحقيقة عم نزل بيقول نكتة بقى يخوا بيضحك عليها لوحده لأنه دا متقيل إيه المحتوى إنت بتعمل إيه ولعيب في النقطة دي مش على شهد الوحدة دي كارثة من كوارث السوشيال ميديا اللي اللعب بتفعقول الناس وخلت ناس كتير يا حرام يشترو فالاورز ومتابعين وهمين عشان يصدقوا إن هم مهمين وليهم جمهور والحل الكل دا من وجهة نظري هو الحب إن إحنا نديهم حنين الطبطبة مش الشدة والعقاب مش إن أنا أأذيهم دا هيضيع البنت أكتر ما هي بتضيع لازم كلكم تصرحوا نفسكم وإن أنتوا قصرتوا معاها تعترفوا إنكم جزء من المشكلة ولازم كلكم تبعدوا عن الضرب والإهانة والشتيمة ضربناها عشان نفتح موبايلها بالعافية ما بالراحة خدها في حضنكم ممكن تحضنوها ولازم علاج نفسي ما فيش ولازم أهل الدين خليها تروح دروس دين أو تتعلم أو تقرأ تقرأ كتاب لا ترق قرآن الكريمة عودي فاهميها تكلمي معها بالراحة وديها سمعت نصيح دكتور أحمد خليها تتفرج على الحلقة من فضلك ودلوقتي سمعت رأي وأكيد اللي يعيش يا ما يشوف وأستنى منك رسالة جديدة تطمنيني فيها عملت إيه وأعيز أسمع منكم شفتم مين بيسع ورا ترند مين كان عندكم دايما بيجذب وواجهته ولا ما واجهتهش ومين كان فاكر إن الكتب ده تمثيل وأستنىك في قصة جديدة وحلقة جديدة بس يكون قصة حقيقية باي باي ترجمة نانسي قنقر